ادخل أموال أطفالك وأيضا ستربح جوائز تفاصيل وحساب توفير المدخر الصغير من البنك الأهلي معكم أنا نور الصباح أهلا بكم البنك الأهلي المصري يقدم باقة متميزة من الحسابات البنكية بخصائص متنوعة تتناسب مع تفضيلات العملاء المختلفة وتتضمن تلك الحسابات حساب توفير المدخر الصغير ذي الجوائز والذي يقدمه البنك للقصر بحد أدنى يبلغ ألف جنيه ويبدأ احتساب العائد من ثلاثة آلاف جنيه وواحد أيضا من مميزات الحساب أنه من الممكن أن يكون مشتركا باسم أكثر من شخص ويتم فتح الحساب للمصريين فقط والقاصر باسمه تحت الولاية أو الوصاية أو الهبا وهناك شرائح مختلفة لحساب توفير المدخر الصغير ذي الجوائز من البنك الأهلي المصري فمثلا من ثلاثة آلاف وواحد إلى ثلاثين ألف جنيه يكون العائد خمسة فصل خمسة وعشرين بالمئة ومن ثلاثين ألفا وواحد إلى خمسين ألف جنيه يكون العائد أربعتان فصل خمسة وعشرين بالمئة ومن خمسين ألفا وواحد إلى مائة ألف جنيه يكون العائد ثلاثة فصل خمسين بالمئة أما أكثر من مائة ألف جنيه فيكون العائد ثلاثة بالمئة ويطلب البنك الأهلي المصري بعض الأوراق والمستندات لفتح حساب توفير المدخر الصغير ذي الجوائز وهي نسخة من بطاقة الهوية أو جواز السفر أو شهادة الميلاد للقصر أما الجوائز التي يقدمها حساب توفير المدخر الصغير ذي الجوائز من البنك الأهلي المصري فيكون لكل مائة جنيه برصيد الحساب بحد أقصى ثلاثين ألف جنيه كفرصة واحدة لدخول السحب الدوري على جوائز كبرى ثلاث مرات سنويا في شهر يناير ويوليو وأكتوبر والجوائز هي جائزة ثانية هي ثلاثون ألف جنيه مصري والجائزة الأولى ستون ألف جنيه مصري وهناك ثلاث جوائز قيمة كل منها تبلغ عشرة آلاف جنيه مصري ويكون لكل مائة جنيه فرصة واحدة لدخول السحب الشهري بدون حد أقصى على جوائز أخرى هي ثلاث جوائز قيمة كل منها خمسة آلاف جنيه خمس جوائز قيمة كل منها ألف جنيه أربعون جائز قيمة كل منها خمسمائة جنيه مائة جائز قيمة كل منها مائة جنيه أما المصاريف والرسوم فتكون خمسين جنيها كمصاريف فتح الحساب وخمسين جنيها لإصدار بطاقة وهناك ثلاثون جنيها كمصاريف كشف الحساب ربع سنوية ويقدم البنك لكل عميل بعد فتح حساب التوفير كارتخص مباشر ديبات للتعامل على عمليات السحب والإيداع من خلال ماكينات الصراف الأهلي وإصدار محفظة ذكية مجانا بشرط طلب العميل لاشتراك فيها دون احتساب أي مصاريف بالمناسبة البنك الأهلي يقدم منتجات أخرى للإدخار مثل حساب توفير المستقبل والذي يكون الحد الأدنى لفتح الحساب فيه خمسمائة جنيها ويقدم للشباب عن سن ستة عشر عاما إلى خمسين عاما ودون مصاريف على مدار العام ولكن في الشمول المالي يتم الإعفاء من الحد الأدنى لفتح الحساب وهو الخمسمائة جنيها سعر الفائدة يتراوح بين 4.75% سنويا للعائد الشهري و4.80% سنويا للعائد ربع السنوي و4.85% سنويا للعائد نصف السنوي و5% سنويا للعائد السنوي وهناك حساب التوفير للشباب الذي يكون الحد الأدنى لفتحه خمسمائة جنيها ولابد أن يكون سن العميل من ستة عشر عاما إلى ثلاثين عاما أما فوق هذا السن فيتحول للحساب العادي ويتميز هذا الحساب بارتفاع الفائدة المقدمة عليه على المبالغ الصغيرة وكذلك بخفض الحد الأدنى لاحتساب العائد بهدف تحفيز الشباب على الادخار ومن خمسمائة جنيه إلى عشرين ألف جنيه تتراوح الفائدة بين 4.75% سنويا للعائد الشهري و5% سنويا للعائد ربع السنوي و5.125% سنويا للعائد نصف السنوي و5.25% سنويا للعائد السنوي ترجمة نانسي قنقر